أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي والتي تأتي استمرارا لخطط عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية